تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق خطة تطوير الجوامع والمساجد وافتتاح وترميم وتأهيل عشرين دارا للعبادة تابعا لإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية في مختلف محافظات المملكة واتخاذ الإجراءات الكفيلة لسرعة البدء في تصميم وبناء دور العبادة في مدينة سلمان أعلن معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع الأوقفين السنية والجعفرية لمباشرة تنفيذ هذه المشروعات في جميع محافظات مملكة البحرين وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إنه بناء على أمر صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله فإن العمل جار على الانتهاء من استكمال إجراءات الافتتاح لستة من دور العبادة وشرعت الوزارة بالتنسيق مع دارتي الأوقاف ومختلف الجهات ذات العلاقة للإسراع بوتيرة العمل على استكمال إجراءات تسجيل العقارات المخصصة لدور العبادة بمدينة سلمان وتصميم المشاريع وتنفيذها